موسيقى مساء الخير عزيزي المشاهدين اهلا بيكم في اول حلقاتي وبرنامج فكر جديد النهاردة موضوع حلقاتنا هيكون عن الإصالات الأمانة وحنتناقش في كل حاجة تخصها أهدفها، مشاكلها، قضاياها، الغريمات وطبعا لازم في الموضوع ده طول ما أنا هتكلم على الإصالات إصالات الأمانة هيكون معايا ضيفي وضيفكو النهاردة الأستاذ كريم عبدالعزيز أهلا بيك أهلا بحضرتك يا خاني، نورتنا النهاردة الله يخليك، الله يخليك طيب، أستاذ كريم المحامي بالاستقناف ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب المستشاري القانوني لجريدة صدى السعيد والمستشاري القانوني للحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي بمحافظة المنية أهلا بحضرتك طيب، موضوع الحلقة النهاردة عن إصالات الأمانة تمام فعايزين بقى ناخد كل الحاجات، هو إيه، هو مشاكله، ممكن يتغير إيه، الحاجات اللي بتطلع بتابي يعني أن أنا لما هعمل إصال الأمانة هيحصل لي مشكلة ولا لأ، فعايزين هيكتغطلنا الموضوع ده كله في البداية حضرتك تقول لي إصال الأمانة ده يعني إيه؟ إصال الأمانة حضرتك عبارة عن ورقة ما بين ثلاث أطراف تمام طرف بيستلم الفلوس من شخص ما عشان يسلمها بشخص ما الفلوس اللي بيستلمها دي بيستلمها على سبيل الأمانة ده تعريفه القانوني مش التعريف اللي هو ماشي في اللغة العامية بين الناس أو في التعاملات التجارية اللي هي بين الناس أو التعاملات الأخرى اللي بين الناس لا هو التعريف القانوني لي إن أنا استلمت مملغ من أحد الأشخاص على سبيل الأمانة لتوصيله شخص أو طرف ثالث ده التعريف القانوني السليم ليه تمام طيب إصال الأمانة ده لما أنا حمضي عليه هل ليه حكوبة؟ طبعا حضرتك اللي بيبدد المبلغ اللي هو مكتوب في إصال الأمانة لو جي الطرف اللي هو سلم الفلوس أو حتى الطرف التالت برضو اللي هو لم يستلم الفلوس وحب يشتكي بإصال الأمانة العقوبة بتبقى الحبس والحبس معروف في لغة القانون من يوم لثلاث سنين وبتختلف العقوبة يعني السادة الأفاضل المستشرين الأجلاء طبعا العقوبة بتختلف على أساس المبلغ اللي بيبقى موجود في الإصال يعني طبعا لو حد اشتكى حد بمئة ألف مش زي مليون أو مش زي اتنين مليون ومش زي خمس تلاف برضو العقوبة بتتراوح ما بين شهر سنة اثنين لحد ثلاث سنة على حسب إيه بقى المبلغ العام؟ على حسب المبلغ اللي مذكور في إصال الأمانة آه يعني على حسب المبلغ وإمته بتتحدد المدة اللي أنا هتعاقد بيها بالحبس بالضبط هي عملية تقدرية للسادة المستشرين الأجلاء يعني تمام طيب قولي حضرتك الإصال الأمانة ده منتشر وهل هو بينتج عنه قضايا ومشاكل بين الناس؟ حضرتك إصال الأمانة إحنا لو دخلنا أرواقة المحاكم على مستوى جمهورية مصر العربية هنلاقي الرول يمكن السادة مشاهدين مش هارفين يعني أيه الرول يعني الورقة اللي بتتعلق اللي فيها الأضايا المتدولة في اليوم هنلاقي مثلا لو فيه متين قضية متدولة على وأقل 150 أضايا إصال الأمانة على الأقل كل ده؟ اه على مستوى الجمهورية على الأقل هنلاقي إصال الأمانة إصال الأمانة إصال الأمانة مش أقل من تلتين عدد القضايا المتدولة يوميا على مستوى المحاكم مستوى المحاكم الجنح طبعا عشان هي المختصة بنظر مثل هذه النوعية من القضايا يعني حضرتك شايف إن إصال الأمانة بيعمل مشكلة كبيرة جدا طبعا وفيه برضو موضوع الغريمات طبعا طبعا ممكن حضرتك برضو تقول لنا إيه علاقته بالغريمات والله حضرتك هو أنا جاء الحلقة دي مخصوص عشان خاطر نفسي أتبنى فكر جديد من السادة المشابعين والسادة عضاء مجلس الشعب أيوة ودي حاجة اتوجه بيها فخامة معالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه ولسه قريب مطلع غريمات من السجن تمام إيه الغريمات؟ ممكن دون ناس ما تعرفش يعني إيه المعنى للكلمة تمام حضرتك الغريمات دي ناس راحت اشترت حاجات فلنفترض مثلا أن أدوات كهربائية تلاجة غسالة خلافه للأسف التاجر اللي بيبيع لها الحاجة دي بيمضيه على دفتر إصالات أمانة مثلا يقول لها أنت عندك 12 قصد ب12 إصالات أمانة تمام وللأسف بيبقى الإصال دا دايما على بياض مش مكتوب فيه المبلغ المستحق معقولة؟ اه يا خبرة بياضي مكتوب فيه المبلغ المستحق على الست دي فبتيجي حضرتك بتتعصر في السادات شهر أو اثنين أو تلاتة فبنبص نلاقي أن الشيك دا يعني أنا رجيلي نوعية من القضايا أبص لها إصالة أمانة مليان بمبلغة رهيب 250 ألف جنيه مثلا بعد ما نشتكي ونيجي لحقيقة الأمر أو يحصل تصالح أو خلافه ونكتشف أن دا دين بتاع حاجة هايفة تلاجة غسالة وبتجاز يعني لا تتعدى قيمتها الخمس تلاجة لكن هي ما دفعتش المبلغ دا اه يا فندم هي ما دفعتش وهو تكتب عليها زي ما نقول بالبلد كده بالظلم يعني اه بس ما نفعش برضو حضرتك أن هي يبقى عليها خمس تلاف لشكابة 250 ألف يا خبر ما هو برضو يعني حرام وبعدين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيزي طلع غريمات من السجد السنة دي بكميات مهولة طيب الكميات دي أثرت على مزانية الدولة قد إيه قد ترخيره طبعا قد ترخيره طبعا قد ترخيره قد ترخير الدولة وفيه تمان الضرق والحاجات اللي بتتعامل دلوقتي فكل دي تكاليف وهل المبالغ اللي دفعت دي هل هي مستحقة فعلا على الغريمات دي ولا عليها أضافة وزيادة ايوة ايوة يعني في مشكلة أن أنا مضيت مثلا خدت أجهزة مثلا بألفين جنيه هو بقى زود براحته وحطها مثلا بمتين ألف جنيه فهو طلع الست اللي عليها مستين ألف جنيه بالزبط فهنا في مشكلة هوا دفع الفلوس دي زيادة فدي تكاليف على الدولة بالزبط وطبعا الدولة دلوقتي بتعمل المشاريع وحيك شايف الكمية المتاحف بوز من زانية الدولة حضرتك هو حضرتك الفكرة اللي أنا بطلبها وبنشدها أن إحنا نصيغ من السادة المشرعين والسادة عضاء مجلس الشعب والسادة معلم مستشار وزير العدل أن يبقى فيه صيغة جديدة للتعاملات التجارية بخلاف إصالات الأمانة المستغلة في ذلك عشان إصالات الأمانة الهدف المشرع عمله عشانها القانوني مش هو المستغلة زي ما قلت لحدك في بداية الحلقة إصالة الأمانة هو أن أنا استلمت فلوس من شخص على سبيل الأمانة ما وصلتهاش للطرف التالت فأصبحت كده طبقا لنص المادة 341 من قانوني بعقوبات مختلص لهذا المبلغ من المال تمام؟ لكن أنا اللي عندي للأسف دي علاقة تجارية أنا اشتريت حاجة ما دفعتش تمانها دي اسمها علاقة تجارية تمام؟ أنا بناشر بتشريع ورقة قانونية بتاخد قوة يعني ساعتها بقى لو الستة مدفعتش تستاهل عشان ده يبقى المبلغ الفعلي اللي هي كتبتك يعني لو عليها قصة مثلا من 2000 جنيف الشهر أو 3000 جنيف الشهر ومدفعتهاش نغلص العقوبة ما نخلقاش علاقة مدنية زي ما هو متداول حاليا دي إن هي لو كتبت ورقة عادية بتبقى علاقة مدنية ما بتخشش محكمة الجنح ولا بتتحكم ولا بتتهابس لا نعمل ورقة للتاجر يحفظ بها حقه وفي نفس الوقت راضع للجمهور وفي الحالة دي ما نقولش هنسعد غريمات عشان المبلغ ده بمستحق علاقة بالفعل يعني حضرتك دلوقتي بالطالب بتعديل إصال الأمانة ده آه حضرتك أو يعني تشريع جديد لضمان العلاقة التجارية ما بين التاجر وما بين المواطن عشان ما مصبحش عندنا غريمات أو ما مصبحش عندنا ناس محبوصة ظلم وكمان الفلوس بتزيد يعني معلش حضرتك فيه بعض النقاسف يعني فيه بعض طبعا ضعيف النفس اللي هو ممكن الناس اللي ما عندهاش قدرة نهاية تجيب حقها لا اللي هو ضعيف النفس اللي هو عنده استهاداد إن هو مثلا لو لها عشر تلاف يطلبها خمسين وستين آه اللي هي الناس اللي بتزود آه مش بيرحموا الشخص الضعيف لا حضرتك يعني فيه ناس بتستغل الفرصة دي بتستغل بتستغل لها آه آه ويزودوا براحتهم لأن أنا شايفة الشخص اللي قدامي هو مش قادر إن هو يعني مش هيعمل لي حاجة لما أنا حزود إصال الأمان ده هو مش هيعمل لي أي حاجة بزبط أنا معي ورقة أنا تجيب اللي أنا عايزه براحتي آه أنا معي ورقة مليانة على بيواط هتجيب لي اللي أنا عايزه لو حطيت عشر حطيت مية حطيت متين ما حدش هيقول لي أنت عملت آه طيب آه إنت شايف إن المشكلة دي منتشرة جامد صح؟ حضرتك أنا بقولك آه تلتين الأضايا اللي موجودة آه في محاكم آه الجنح آه أنا وستوى الجمهورية تلاقيها دايماً إصالات أمان آه طب إيه إيه؟ مالوجش فايدة؟ يعني إصال الأمان ده؟ لا طبعاً وحضرتك هو آه ده قوية جداً لحفظ الحقوق بس زي ما هو فيه أضرار على الغريمات برضو هرجع وأقول إن التاجر نفسه ممكن يتضر منه اللي هو الشخص اللي هيحط الرقم الغريم اللي هو ممكن يكون فيه لا فعلاً ليه متين ألف وضيها عليه إيه 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 إيه؟ آه حضرتك لو قدر المتهم في أصال الأمانة آه اللي هو المبدد اللي هو خان الأمانة لو قدر يزبط إن العلاقة دي تجارية أو مدنية عن طريق آه أي حد من استادل أفاضل المحامين وطبعا ده شيء معلوم لهم كلهم لو قدر يثبت بشهادة الشهود بأي ورقة تثبت أن العلاقة دي مدنية أو تجارية في تجارة ما بينهم وما بين بعض يقدر من خلالها أنه هو يستحصل على حكم بالبراء والمتهم ما يتحبش ياه لها برضو يعني أنا عدت علي مواقف زي كده وكان فيه أضايجات للمكتب وقدرت أن أنا أستحصل على براءة فيها بس يعني في الجانب الحق مش مش في الجانب الزوري يعني مش في الجانب الباطل يعني الحمد لله طب أنت شايف المشاكل اللي بتحصل دي ممكن تتحل إزاي حضرتك دي تتحل أنه هو أصال الأمانة ده يخش في الجزء اللي هو تعمل علشانه يعني اللي هو فعلا أنه هو حد استلم فلوس على سبيل الأمانة بتوصلها لحد ما يكونش هو أداة التعامل ما بين التاجر والمواطن نفسه يعني حضرتك أنا في مرة قضية من القضايا وردت علي إن متهم جاي بيقولي أنا واخد حكم في بلد بعيدة خالص ومعرفش مين اللي مش تقيني طيب هو إصال الأمانة بيبقى يعني شامل ثلاث أجزاء ثلاث أشخاص مين الشخص اللي بيرفع الوصل الشخص اللي بيرفع الوصل اللي هو بيقول أنا استلمت أنا فلان الفلاني مبلغ وقدره كذا من فلان لتسليمه إلى فلان استلمت من فلان من فلان لفلان مين اللي بيرفع باقي فيه؟ فلان ولا فلان يعني استلمت أنا مثلا الاولاني ولا التاني استلمت أنا كريمة عبدالعزيز مبلغ وقدره مئة ألف جنيه من محمد لتسليمه إلى أحمد استلمت من محمد فدي فلوس محمد فطبيعي أن محمد من حق أنه يشتكي وأحمد برضو اللهم أنس لولوش الفلوس من حق أنه يشتكي والتنين مضرورين والتنين الضرر وقع عليهم ده اتخذ منه المبلغ وده ما وصلوش المبلغ لكن للأسف اللي سائد في التعاملات أن التاجر نفسه بيشتكي وبيكتب أي رقم ثلاث وخلاص أو أي اسم ثلاث وخلاص طيب حضرتك بما أنت تشايف أن دي مشكلة عقيمة وبتقابل ناس كتير وبيحصل منها مشاكل كتير يعني أغرب المشاكل اللي قبلتك حضرتك أنا اتصادفت بقول لك كنت لسه كنت بها استرسل في الحكاية دي أن اتنين كانوا شركة مع بعض فواحد فيهم كان ماضي إصال أمانة كدوانة لبضاعة برضو وده غلط لتاجر وما وسدد الفلوس وخد إصال الأمانة بتاعه فالتنين شركة في المحل فشريكه حصلت خلافات بينهم ومن بعض قدر بطريقة أو بأخرى بنخلي استخدام المفتاح طبعا معاده كان المفتاح بتاع المحل إن هو يحصل على أصلا الأمانة اللي صاحبه ماضيه سايبه يعني من ورقه أو من أوراقه الخاصة وقدر إن هو ياخده وبعاته بلد تاني بلد تانية وبإسم واحد تاني يشتكي الراجل اللي هو شريكه وخد حكم بالفعل حكم غيابي والراجل ده فوجئ بإن الحكومة جاية تخضب من بيته عشان كان على بياض عشان على بياض لكن هو اللي حضرتك بتطالب بيه بقى يعني حضرتك يعني لازم نفقد الإصال طبعاً هو إحنا لو اضطرنا إن إحنا نستخدم إصال الأمانة بنصح بنصح إن الإصال للطرفين للطرف اللي هو المجنى عليه اللي هو صاحب الإصال نفسه والطرف المتهم إن الإصال يتملي بخط إيد الشخص المتهم من أوله لآخره ويتكتب الرقم الفعلي يتكتب الرقم الفعلي ما يبقاش على بياض أه على بياض حضرتك أنا ما يبقاش على إياه عشر تلاف جنيه ولا عشرين ألف جنيه وبص رقيها نص مليون طيب لو هو استنصح علي وكتبه باليمين بالشمال بدل اليمين لا حضرتك لو طعم أي طعم بالتزوير وأي حد يروح يستكتب في مصلحة الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي بتستكتبه بإيده اليمين والشمال حتى لو هو ما بقفش يكتب بإيده والشمال إيده والله آه يعني بيعمل بالاتنين بيعملهم يستكتب بالإيد الاتنين آه يكتب اسمه عدد معين من المرات بإيده اليمين وعدد معين من المرات بإيده الشمال وكده كده طبعا دول دكاتهم المتخصصين وخبرة بيقدروا يعرفوا من من ممكن من الهيه أو من التد مربوط أو أي حاجة إن ده هو أخدته أو لا طيب لو أنا أخدت الإصال ده وهو مكتوب برقم معين بألفين مثلا وعملت إجراءات في المحكمة ودفعت رسوم إيه اللي حيجيب لي بقى الفرق ده للدعاء المدني يجيب لي ده للدعاء المدني طبعا دي يعني ده وسيلة للتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بمعنى أنا دلوقتي وقع علي ضرر أن أنت راجل أنا ليه عندك فلوس وإنت مردتها ليش أخرت واضطريت إن أنا ألجأ لمحايمي واضطريت إن أنا أرفع قضية وأصرف عليها فبالتالي من حقي إن أنا أطلب تعويض مادي وآدبي عن الضرر اللي حق بي فمن حقي إن أنا أدعي مدني في القضية وأطلب تعويض وعلى فكرة التعويض ممكن يبقى مأقد في البداية وبعد كده يبقى تعويض نهائي وإحنا مش كل الإصالات بنحكي في ألفين جنيه وتلات تلاف جنيه في حاجات بتبقى عالية آه آه وده اللي يفرق الشيك هتنصال للإمانة إن الشيك مفوش أي مشاكل آه هو الألفين جنيه دول مجرد مسل يعني آه آه حضرتك إن أنا الشيك مثلا دلوقتي الشيك ده بقى ورقة تجارية مفوش كلام طيب ما عليش سؤال هو الشيك أقوى ولا إيصال للإمانة آه حضرتك طبعا الشيك أقوى لسبب إن أنا بقول إن أنا عندي حساب في البنك آه وبيبقى مدوم في الشيك رقم حساب البنك بروح أخد عليه رفضه وبرروح أخد عليه رفض من البنك ورفعه تمام آه وحتى لو قلنا العلاقة تجارية ما نهمش يعني أو مدنية العلاقة برضو الشيك مستحق الأداة في المعاد بتاعه إن ما تدفعش المبلغ آه بكده نستحق العقود آه وبرضو فيه تعويض مدني آه فيه إدعاء مدني آه يعني دي مشكلة كبيرة جدا وعوقبها كبيرة ولازم يكون لها حل ياريت ياريت صح كده والسيد في خط السيد الرئيس آه نادا نادا قال كده قال مش كل سنة ما احنا منيجي قبل رمضان ونطلع الغانمات اللي هي عيني ست آه آه عندها عيال آه بتربيهم آه آه أرملة مطلقة آه آه ما تباش في السجن آه بسبب كلام فاضي يعني بسبب فهو بيضطر إن هو يدفع الفلوس دي من الدولة آه آه فلوس الدولة بس بدا إن هيا الشيء اللي حقيقة قلت الإصالة الأمانة بيبقى كمان فيه عليه زيادات مش بيبقى ده المبلغ الفعلي اللي هي ممكن تكون مديونة بيه أو أخدته مهو عمر يا فانتب أنا هيتباليها ألفين جنيه فيه ناس بترتضي بالحبس بمعنى هيا اللي ما يدفعش بس يتحبس آه يعني الألف جنيه ممكن ممكن يتحكم فيها مثلا من ثمانية وربعين ساعة فيه ناس عندها استعمال نيه يتقضي ثمانية وربعين ساعة وفي اسم الحكاية دي آه فبرضو التاجر بيضطر إن هو يعلّي المبلغ المطلوب عشان خاطر يزود منذ ترقوب آه يعني لما برضو تبسطه شهور أو سنة دي مشكلة تانية برضو يعني أنا لو بألفين جنيه طب ما ممكن واحد يكون مشارق معاية سجن بالزبط كده أباتي ومن هناك مش مشكلة وارتاح من البن واخد ما يابه وقوله حياتك مشكلة يعني هو كده مكبر كمان إن هو يعلي السعر هيعمل إيه بس برضو فيه ناس بتستغل يعني حياتك فيه ناس بتستغل يعني مش ده برضو وما ننساش برضو إن ده بيدي فرصة لتجار الريبة إيه بقى ده اللي هي الناس اللي هي بتسلب فلوس بمقابل فلوس يعني بمعنى إن أنا هدي لحد خمسين ألف أخدها منه مية طبعا النوعية دي من الأشخاص لما المتهم أو المواطن بتأخر عن السداد بتدبح طيب فاصل صغير وحنرجع لكم تاني بسرعة محادش روح في أي حتة ورجعنا لكم تاني بعض الفاصل وعلوان حلقتنا النهاردة إصالات الأمانة ومعايا المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة الأستاذ كريم عبدالعزيز أهلا يا أستاذ كريم أهلا بك طيب أنا في حتة نقصاني بصراحة إيه المشاكل يعني أنت حضرتك عشان بتطالب بتغيير إصال الأمانة ده لحاجة تاني وكمية الفلوس اللي ممكن حد يزوتها على حد وكمان المشاكل وأن الناس زي ما قلت حضرتك إن الرئيس السيسي مضطر إنه هو يدفع عشان يطلع الغنيمات طيب يعني إيه يعني أكتر المشاكل اللي حضرتك شفتها في الحتة دي في النقطة دي حضرتك أنا كنت رسة بحكي لحضرتك من شوية كانوا اثنين شركة وكان واحد محتفظ بورقه العادي يعني كان ماضي الحد على إصال الأمانة كضمانة تاجر يعني وقدر إنه يدفع المبلغ ويسترد المبلغ فمحتفظ بالإصال في ممتلكاته يعني حاجته الشخصية يعني فقدر الشريكه بطريقة أو بأخرى إنه هو يستحصل على إصال الأمانة ده وياخده من وراه وخده وراح يشتكيه في بلد دي ده وفوج الرجل اللي هو الموكل بتاعي إنه الشرطة جاية تاخده بترحله على بلد تاني وانت عليك حكم سنتين أو ثلاث سنين في إصال الأمانة ففوجب إن الشخص اللي هو مش تكيه من بلد غريبة هو ما يعرفوش يا خبر يعني هو أصلاً ما يعرفوش ما يعرفوش يا خبر بيض دي من أغرب المشكلات اللي قابلت حضرتك قال له إنت بتشتكيني إنت جبت إنه إصال الأمانة وإنت بتشتكيني على أساس إيه طيب هل أنا ممكن أثبت يعني أنا ما عرفش أثبت إنه أنا ما ليش أي تعامل مع الشخص ده هو ده حضرتك بقى اللي ربنا كرمنا وقدرنا إن إحنا نعمله قدرنا حضرتك إن إحنا نتوجه على اسم الشرطة وجبنا الشخص اللي هو كان فعلاً مضيله على الإصال اللي هو أخذ منه أخذ منه بضاعة ويرجع تمنها خلاص وشهد إن الإصال ده كان عنده وجاب إتنين شهود إنه كان ليه شريك في المحل وإنه هو كان بيسيب متعلقاته أوراقه الشخصية في المحل وقدر شريكه ده بطريقة أو بأخرى يستحصل على الإصال وبعته للبلد دي وخلى الرجل ده يشتكي وخدمنا في كده طبعاً إن تحريات مباحث العامة جات أثبتت صحة الواقع إن الإصال تسرق وإن فعلاً الرجل ده ما يعرفش الرجل من بلد بايدة ده وإن الشهود أكوالهم صحيحة وسليمة وإن الرجل ده ملوش دين عند الرجل ده ده من فضل ربنا يعني وقدرنا الحمد لله إن إحنا ناخد الرجل ده براها بس طبعاً كان لي قونيشي في الرجل حكم سنتين واقف وراء القفص ودخل يا طبق في الزبط بعد إيه بقى خلاص وبرضو في نفس الوقت حضرتك نقطة ما دطرقناش لها تعنى بالتزوير على صلب الإصال بمعنى حضرتك دايماً إصالات الأمانة اللي بتتبع لبيوت الكلام اللي من فوق مش مكتوب فبيتملي في وقت تاني بعد ما كون أنا وقعت فلما منطعن بالتزوير حضرتك على الصلب يعني الألم الحبر ممكن يختلف آه بالزبط كده والوقت يختلف والوقت الطب الشريع بقى لما أنا أطعن بالتزوير يقدر يزبط إن الخط غير الخط الألم غير الألم يا ده ألم فرنسية وده ألم بك لا لا يقول المداد المداد حضرتك اللي هو النوع الحبر المستخدم ده مختلف عن ده الكلام اللي فوق في الإصال اتكتب في تاريخ لاحق على التوقيع أيوة يعني معناها إنه هو كده مفهومة إنه هو كان على بياض المداد مختلف الوقت الزمني مختلف فدي طبعا بتدي قارينة المعالي المستشار اللي هو بيحكم في القضية إن الإصال ده كان مكتوب على بياض فربنا كرامنا وقدرنا إنه إحنا نستحصل على براءة برضو في القضية دي وكان بسرعة كده عشان وقت الحلقة كان برضو في قضية تاني كان حد عليه عشرين قصد أيوة سددته بانتظام وخدت كل صلاتي قاله لا المبلغ ده عشان أنت أخرت شهر أو اثنين ده عقابا ليك أخارت في السلاة هو برحته بقى يعمل اللي هو عايزه آه بالزبط كده فقدرنا برضو حددتك إنه إحنا نجيب شهود ونعمل محضر في اسم الشرطة ونطارد على السيد بس مشاكل كتير برضو يا أستاذ كريم في نياس حددتك محبوصة كتير جداً ظلم آه بالزبط في ناس كتير جداً محبوصة على زمة 200 ألف و300 ألف و400 ألف واحد داخل طمعاً في بيت واحد بسبب إصال أمانة آه وحبسه ينهر أبيض آه يعني يدخلوا السجن وبيقولوا إما تنزلتش على النص البيت ده أنا شتري منك بس مش بتمنوا مش بسعره آه يعني بسعر أقل من السعر السوق أو السعر المتدر بيكبروا إن هو يبيع بيكبروا آه بالورق الورق دي خطيرة جداً يا فن آه فعشان كده حضرتك بالطالب محتاجة مجموعة ضوابط من السادة المشرعين آه محتاجة من نقشتها آه بنادي أساد زيتي في المحاماة آه مع المستشار رهق بشقة ومعنا النطيب رجائي بعاطية بإن هما يدخلوا ويحاولوا إن هما يشوفوا حل للمشكل ده عشان دي أزمة كبيرة آه أنا بشكرك جداً أستاذ كريم عبدالعزيز نورتين النهاردة وبجد فعلاً هو موضوع مهم وكان لازم حضرتك تطرحوا وتطرح مشاكله وتطرح كمان اسلوب آه لعلاج بتاعه ربنا يخليك وأنا إن شاء الله ننتظر حضرتك في حلقة جديدة أكيد بإذن الله وموضوع جديد إن شاء الله ومشاكله وحلوله بإذن الله بإذن الله نورتين يا فندم ربنا يخليك ربنا يخليك أوكي مع السلام مع السلام اشتركوا في القناة